السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير انتم ما كتشاهدوا هاد الفيديو. اليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على مسمى بجنجلان سيمسيم. وبالقمح اللي فات صوبناه اللي قليناه وصيبناه. وكيجي رائع لي الوصفة الاولى اللي كتجي رائع وكيجي بنين. وتقدرو توجدو فرمضان لعنه مفيد. بسم الله هنا كنديرو. جوش الدقيق الابيض اللي منخول طبعا. انا حتى كنغربلو. كنقوم بتغربيل ديالو عادة باش كنديرو فكيسان وكس ديال الفينو. وهنا كنديرو كس ديال ما نعبروه به. وكنخلط النواشيف. طحين. كنديرو حجمها القدية السانيدة. سكور سانيدة. والملح حسب الطوق. اللي مسي منت ما كندير فيهم والوع الملح والسكر سانيدة صافي وسكر سانيدة عشوية وكيبقى اختياري. اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. هناك ننخلط العجينة. هنخلط الدقيق مزيان. انا ديال الدقيق كيجي فيهم. آآ كاس واربع كاس ونص ديال الماء. هنا كنبقى ندلكوها بحل هكا حتى كنت ترتاح. عفوان كنت تطلق بحل هكا. وكنديرو في واحد الكيس بلاستيكي غدائي. حتى كنت ترتاح. هنا كندير جنجلان اللي فات آآ قليته شوية وطحنتو عير شوية تخنسو. هادا هو الدقيق اللي صايفت معاكم ديال القمح الكامل. هو باش كنبقى نرش المسمن. ولا بغيتو تديروه اختياري عربو حدو ترشو بيه في بلسة سميدة اوفادة كيجي رائع هنا كندير الزبدة. الزبدة ديال ديال الاكل. وكندير هاد الفرماج مربع هادا كيبقى اختياري. الان ما بغيتو تديروه ما تديروش. هي انا كنأكد على القمح كيجي رائع في البنة وجربوه واردوه عليا في التعاليقراه كيجي من اروع ما يكون في البنة ديال اللي مسمن. احنا كنقسم هادو كل العجينة ديالنا كندير مسمنات شوية كبار. احنا عزيز عليها مسمن كبير. كنلولي بهم وكنخليهم يرتاحو كنقرصي وحده فق وحده بحلاق اليقان قليل كنحطو وحده فق وحده ما تيلسقش كنندهنو بشوية ديال الزيت هاو ما كنحطو وحده فق وحده بني كتحطيم حلاقك يرتاحو وكتقلبي وكتبديت قرصي ضغيه كيرتاحو. ضغيه المسمن ديالنا كيتطلق. وكتطلقو المسمن ديالنا مزيان حتى كتبن طاولة العامل. هنطلق للمسمنا. غادي ندهنو بالزبدة. ما تنقويوش لانه كنديرو هادك زنجلان تهو راه تيكون مفيد. وتنقطع بعض القطاعة. كندير زنجلان وكندير هادك القمح كنرش بيه وخطا قويوه تيجي زوين. احنا كنتلقو المسم من الثانية. احنا كنتلقو المسمنا بحل هكا. عفوان ارتاح دفلي الفيديو اللول. نسمنا اللولة وهنا كان نطوي وكان عود نزيد شوية هادك للا. الطحين وجنجلان. احنا كنناخد واحد الفرماجة وكنديرها ذاك للفرماج المربع. هذا كيبقى اختياري لما بغيتيش تديريه ما تديريش. وتندير الجنجلان. كنزيد عليه الطحين. اللي مقلي. بزاف سيدات سؤولوني في التعاليق. قالوا لي علاش علاش هو رقبتي في الماء ودرتي السكار هادك السكار. كيساعدو باش كيتكلا. وكيجير طب ما كيجيش قاصح. لان نحنا كنتحنو عرف عف طحانة. اه إلا كانت اللي بغي يطحنو بزاف وبغي يصوب منو بزاف. وديه الطحونة بلا ما يدير سكار. ولماء كيهشو. وتينفخو. وتيجي هجيش. واخد هذا ما كيجيش قاصح. وكيجي بنين بحالة كيجي. اه اشغا نقول لكم بندق اللي كتعرف بندق. كيجي في واحد البنة رائعة. لا مدرتوش في الماء. تيبقى كارم ويبقى قاصح. ما كيعطيش ذلك البنة. وما تيطحنش. هنا كندير. جنجلان وكندير. ديوعه كنعود نطول مسمنة. كنجيب فرماج نديرها. الفرماج اللي بغي يديروها. كيجي من أروع ما يكون. كيجي بنين. في نفس الوقت صحي. ما فيش انشاء صحي فاش غادي نرشو بميزينة او نرشو بسمن انواع دي اللي مسمن وباقي ان شاء الله ندلكم به وصفات هنا تنقرس مسمنة ديانا وتنرميها نرشيتها بشوية الزيت من الاول وكرش المقلى وكرميها نقص البوطة باش كي يطبع لخاطره هنا خلبنا المسم من ديانا طيب الجناب هو المسم من اللي بغيتوه يطيب خطليه العفية مهيلة وعطيه وقصه وعطيه حقه في الطياب سيجي بحمر وتيجي زوين هيا نسم من ديانا طابس نقدر نرمس من التانية اشتركوا في القناة كنبقوا مقلبوه وكندوروا مسمن في المقلى اشتركوا في القناة وما تنسونش من اللايكات باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد وانا غدي نقام معكم في هذه السلسلات ديال القمح ان شاء الله غدي نوريكم كل من هي كنعرفها باش كتصيبوها بهذا الدقيق ديال القمحة غدي نوريها لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته